مشهد الحقيقة شفناه مبارح في مطش كرة اليد المشهد ده يعني الحقيقة كنا محتاجين برضو نعلق عليه أكيد قاله وهو حضور كابتن محمود الخطيب المباراة وشاف المباراة للآخر ونزل بنفسه كابتن محمود الخطيب وشارك في تسليم مراسم درع الدوري لنادي زمالك طبعا الصورة واضحة هي وكابتن محمود أنا بس هو في مشهدين طبعا مشهد مبارح اللي هو عليمين وكان كابتن محمود الخطيب قعد لنهاية المباراة بالرغم من خسارة النادي الأهلي ولكن هو أصر أنه يبقى موجود ويشارك ويدي الروح الرياضية المشهد اللي على الشمال لما كان كابتن محمود الخطيب بيحضر نهائي كأس مصر لكرة اليد للسيدات وكابتن محمود الخطيب نزل سلم على لعبات الخصم في الأول ويسلم على لعبات النادي الأهلي خلينا أقول لحضركم أنه أخلاق والروح الرياضية التي تمتع بها كابتن محمود الخطيب لا تتغير أبدا سواء كنا كسبانين أو كنا خسرانين ودي رسالة الحقيقة محتاجين نتوقف عندها شوية وأن الرياضة في الأول والآخر هي رياضة ودي دائما أبدا إدارة النادي الأهلي يعني ما بتسبش مناسبة إلا ما بتوجهها وكابتن محمود الخطيب هو هو نفسه اللي رفض التعاقد مع أي لعب من نادي الزمالك في هذا الوقت عشان يدعم به فريق الكرة فده في الوقت ده يعني يعني ممكن أي حد يقول أي كلام تاني ولكن اللي حصل أكيد رسالة لأن الرياضة الرياضة والروح الرياضية ما زالت موجودة وما زالت هي الإطار اللي لازم احنا نتحرك بداخله بالتأكيد ده كابتن هيسم وده مش جديد على الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب معروف بأخلاقياته من وهو لاعب وبجد أنا قلتها قبل كذا كذا مرة يبخت النادي أو يبخت جماهير النادي اللي رئيسهم كابتن محمود الخطيب لأن بالتأكيد بيكونوا سعداء بتصرفات وأخلاقيات الكابتن محمود الخطيب ترجمة نانسي قنقر